الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم يا معلم آدم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه فاللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم نسألك عفوا يكفينا وعافية تغنينا ومقاما في الفردوسي يعلينا ورحمة ومغفرة لنا ولوالدينا يا رب العالمين أما بعد يقول الناظم رحمه الله وما به وهم خافي يعقل مع التأمل هو المعلل وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إلا مياب ما يعتمد انتقل بنا الناظم رحمه الله إلى مبحث آخر من المباحث الجليلة العظيمة الدقيقة إلى مبحث الحديث المعل فقال رحمه الله وما به وهم خافي يعقل مع التأمل هو المعلل إذن قوله وما به وهم خافي في سند أو متن وهم الوهم بالسكون الخطأ والمراد به هنا العلة الخافية وهي عبارة عن أسباب طرأت فيها غموض وخفاء تقدح في قبول الحديث وهم خفي يعقل ذلك الوهم مع التأمل في القراءة الدالة على وهم راويه من وصل مرسلين أو منقطعين أو من إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك مما يقدح ويعرف ذلك بكثرة التتبعي هكذا قال الشراح وأريد أن أوضح مسألة تقع كثيرا في كلام العلماء أن أبين الفرق بين الوهم والوهم الوهم الغلط بوزنه ومعناه والفعل منه وهم يوهم وهما مثل وجل يوجل وجل والوهم بفتح الهاء غير الوهم بتسكينها فإن هذا يقال فيما سبق الذهن إليه مع إرادة غيره وقد سبق أن أشرت إلى هذا والوهم ما أخطأ فيه المرء الصواب وهو يرأه صواب قالوا بالمثال يتضح المقال فمن ناديته باسم محمد مثلا وأنت تريد أن تقول مثلا أحمد فهذا وهم بسكون الهاء والفعل منه وهم تتهم وهما بوزن وعد يعد وعدا ومن ناديته محمد وأنت تريد اسمه أحمد مثلا وهو مثلا أسعد فهذا وهم أي غلط وهذا المعنى هو الشائع في عبارات المحذثين يقولون صدوق له أوهام ووقع له في هذا الحديث وهم وإذا عبروا عن هذا المعنى بلفظ الفعل قالوا صدوق يهم فاستعملوا مضارع الوهم بسكون الهاء من باب تداخل اللغتين وهو معروف عند اللغويين وعند الصرفيين وهم يقصدون صدوق يغلط ولهذا الإمام القاضي جلال الدين البلقين رحمه الله تعالى قال والوهم تارة يكون في الحفظ وتارة في القول وتارة في الكتابة نقله الإمام السخاوي في الجواهر والضرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ بن حجر وقد شرح هذا الفرق بين الوهم والوهم بإسهاب وأمثلة وشواهد كثيرة شيخ شيوخنا العلامة الكبير سيدي عفتح أبو غدى رحمه الله في آخر الرفع والتكميل إذن يقول النظم رحمه الله وما به وهم خافي يعقال مع التأمل هو المعلل المعلل اسم مفعول من أعلى يعل إعلالا يقال فلال أعله بكذا فهو معلل وهو القياس الصرفي وهو المشهور في اللغات الفصيحة أما التعبير بالمعلل فجاء على غير المشهور في اللغة والمسألة فيها التفصيل وقد بينت ذلك وإله الحم في شرح على المنظومة البيقونية قال أهل العلمي المعلل بصغة المجهول من باب التفعيل يقول الإمام الصيط رحمه الله في التدريب يسمونه المعلولة كذا وقع في عبارة الإمام البخاري والتلميذي والحاكمي والدارقوتني وغيرهم قال وهو لحن لأن اسم المفعول من أعلى الرباعي لا يتأتى على مفعول قال والأجواد فيه معل بلا من واحد لأنه مفعول أعلى قياس أما معلل فهو مفعول علل وهو لغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغاله قال العلماء ويقال للمعلي المعلول والمعلل أما المعلول فقد وقع في كلام العلماء كما سبق بيانه في كلام الإمام البخاري والإمام التلميذي والإمام ابن عادي والإمام الدارقوتني والإمام أبي علاء والإمام الحاكم وغيرهم وقد أنكر بعض العلماء ذلك من حيث اللغات وقالوا إن المعلول في اللغات اسم مفعول معله من أعله إذا سقاه السقية الثانية وتعقبهم آخر فقالوا فقد دكر في بعض كتب اللغة أعل الشيء إذا أصابته علة فيكون لفظ معلولين هنا مأخوذا منه قال الإمام ابن قطية أعل الإنسان مرضا وشيء أصابته العلة فيكون استعماله بمعنى الذي أرادوه غير منكرين بل قال بعضه استعمال هذا اللفظ أولى لوقوعه في عبارات أهل الفن مع ثبوته لغة ومن حافظه الجاتون على من لم يحفظ قال الإمام ابن هشام في شرحه لقصيدة بانة سعاد عند قول كعبي رضي الله عنه تجلع وارد ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول قوله معلول اسمه مثعول كما أن منهل كذلك إلا أن فعله ثلاثي مجرد يقال عله يعله بالضم على القياس ويعله بالكسر إذا سقاه ثانية وأصل ذلك أن الإبل إذا شربت في أول الوردي سمي ذلك نهل فإذا ردت إلى أعطانها ثم سقيت الثانية سمي ذلك العلل وزعم الإمام الحريري أن المعلول لا يستعمل إلا بهذا المعنى وأن إطلاق الناس له على الذي أصابته العلة وهم وأنه إنما يقال لذلك معل من أعله الله وكذلك قال ابن مكي وغيره وذحان المحذفين في قولهم حديث المعلول وقال الصواب معل أو معللون هناك من قال أن الصواب أنه يجوز أن يقال لعله فهو معلول من العلة إلا أنه قليل وممن نقل ذلك الإمام الجوهري في صحاحه وابن القوطية كما سبق في أفعاله وكذلك قطرب في كتاب فعلت وأفعلت وذكر ابن سيداه في المحكمة أن في كتاب أبي إسحاق في العروض معلول نعم ثم قال ولست على ثقة منه ويشهد بهذه اللغة قولهم عليل كما تقول جريح وقتل قالوا ولا دليل في ذلك لقولهم عقيد وضمير وهما بمعنى مفعل لا بمعنى مفعول ونظر هذا أن المحذفين يقولون أعضل فلان حديث فهو معضل بالفتح ورد بأن المعروف أعضل الأمر فهو معضل كأشكال فهو مشكل وأجاب ابن الصلاح بأنهم قالوا أمر عظيل أي مشكل وفاعل يدل على الثلاث فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرة وأعضل متعدين وقاصرة كما قالوا ظلم الليل وأظم الليل وأظم الله الليلة وأما المعلل فقد شاع استعمال القوم له وذع وهو اسم فعول من قولك عللته تعليل إلا أن التعليل في اللغة لا يناسب المعنى المراد لأنه بمعنى الإلهاء تقول عللت الصبي بالطعام تعليل إذا ألهيته عن اللبن ولذا قال بعضهم الأحسن أن يسمى هذا النوع بالمعل لأن الأكثر في استعمال الفعل أن يقول أعله فلان بكذا والقياس فيه أن يكون اسم المفعول منه معل وهو المعروف في اللغة وإن كان نادر الاستعمال فإنهم يستعملون لفظ عليل وجاء معل في عبارات بعض المحذفين ثم بعد هذه المناقشة والمضارسة الصرفية النحوية اللغوية هذا أوان أشرع في إراد عبارات القوم في المعل وبعد بيانه من حيث اللغة أبينه من حيث الاستراح قالوا هو الحذيث الذي فيه علة خفية تقدح في صحته مع أن الظاهر منها السلامة إذن تعريف العلة هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث فيأخذ من هذا التعريف أن العلة عند علماء الحديث لا بد أن يتحقق فيها شرطان وهما الغموض والخفاء والقدح في صحة الحديث إذن الغموض والخفاء والأمر الآخر القدح في صحة الحديث فإن اختل واحد منهما كأن تكون العلة ظاهرة أو غير قادحة فلا تسمى عندئذ علة اصطلاحا ولهذا إجمالا أقول إن العلة عند المحدثين تطلق على الأسباب الظاهرة والخفية التي تقدح في صحة الحديث وهي في مجملها تعود إلى سببين رئيسيين هما السقط في الإسناد والطعن في الراوي فكل علة يعل بها الحديث فهي لا بد أن تتعلق بأحد هذين السببين غير أن السبب قد يكون ظاهرا يدركه كل أحد وقد يكون خافيا لا يدركه إلا الأئمة الجهابذة وقد يدركه غيرهم بجمع طرق الحديث وتتبع الاختلاف ومعرفة طريقة أهل الحديث بالترجيح وقرائنه ولهذا لم يتكلم في العلة إلا القليل أما الأسباب التي تقع العلة لأجلاف الأحاديث فمن أهمها الوهم وخفة الضبط وسلوك الجادة والاختراط والتدليس والتصحيف والانقطاع والاضطراب ورواية الحديث بالمعنى واختصار الحديث والتلقين وقلة الصحبة للشيخ وقلة الممارسة لحديثه وتشابه الرواة في الأسماء والكونى والألقاب والنسب وهذا يحتاج إلى التفصيل نتركه إن شاء الله تعالى إلى ألفية الصيوط بحول الله عز وجل كما أنبه أن العلماء ذكروا تعارفة لحقيقة العلة إلا أن أكثر هذه التعارف تكاد تتفق على أن العلة في اصطلاحهم عبارة عن سبب غامض خافي يقضح في صحة الحديث مع أن الظاهر منه السلامة وهذا التعليف سار عليه معظم العلماء فهو يخصص العلة ويحصرها بوصفين الخفاء والغموض والقدح في الحديث أما السابقون من المحدثين فالعلة عندهم أعم مما اشتهر بعد ذلك فهي كل ما أثر ولو لم يقدح في الحديث سندا أو مثنى لفظا أو معنى ظهر أم خافية حيث نجد في كتب الحديث والعلال الكثير من إعلال الأحاديث بغير ما تقدم في التعريف الأول آنفة فانتبهوا جزاكم الله خيرا انتبهوا إلى هذه المسألة فيعل مصنف تلك الكتب الأحاديث بعلال غير خفية بل في غاية الوضوح كالراوي المتروك ويعلون بغير قاضحين كتغيير الصحابي على سبيل المثل قال أهل العلمي العلة قد تقع في السناد أو في المتن وعليه فإن الحديث المعلق يتنوع بحسب موقع العلة فيه إلى ثلاثة أقسام هناك القسم الأول العلة في السند وهي أن تكون العلة القاضحة في السند بأن لا يعرف الحديث إلا من رواية راو واحد ثقة ثم ظهرت بعد التفتيش فيه علة أخرى كالاضطراب أو القطاع الباطني أو وقف في المرفوع أو إرسال في الموصف إلى آخره مثاله ما ذكره الإمام بن أبي حافيم الرازي قال سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن الشعبي عن المقداد أبي كريمة الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الضيافة قال قال أبي هذا خطأ وإنما هو المقداد بن معد كريب المقداد بن معد كريب كان خرج الشعبي إلى عبد العزيز بن مروان أخي عبد الملك فلقي المقدام بحمصة ولا أعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا غيره وقد كان عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحياء قال أبو زرعة تعقيبا على هذا الكلام الصحيح المقدام بن معد كريب وكنيته أبو كريمة كما في علاية الحديث لابن أبي حاتم الرازي وليس المقداد الذي كانت كنيته أيضا أبو كريمة فهذه علة في السند قادحة فيه هذا القسم الأول القسم الثاني العلة في المتني مثالها ما رواه عبد الله بن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج ما في المسجيدي فقد تصحف هذا الحديث على ابن لهيعة وإنما هو براء احتاجر جعل المكان حجرة لا بالميم احتجم كما رواه يعني أنه كان في الأصل احتاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير إلى آخره فصحفه هذا سيأتي بيانه كذلك في قسم خاص صحفه بن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغير سما فهذه علة في المتني قادحة القسم الثالث العلة في السنادي والمتني معها مثاله ما جاء في علة للحديث لابن أبي حاتم الرازي قال سألت أبي عن حديث رواه بقية بن الواليد عن يونس بن يزيد لأيلي عن الزهري عن سالم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك قال أبو حاتم هذا خطأ في المتني والإسناد إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة فقد أدركها أما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث فوهما في كليهما ومما يدل على صحة ما قاله أبو حاتم الرازي أن الحديث مروي في الصحيحين وغيرهما على الوجه الذي أورده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه خرجه البخاري في الصحيح وكذلك الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد وهنا سؤال ما حكم الحديث المعل الحديث المعل على طريقة علماء الحديث في تعريفهم الاصطلاحي هو من أنواع الحديث الضعيف المردود ولهذا ألف المؤلفات والمصنفات التي تكشف الأحاديث المعلة فهناك العلل للإمام علي بن المديني أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى هناك العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل أبي عبد الله شيباني هناك العلل الكبير والعلل الصغير للإمام التلميذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة رحمه الله هناك البحر الزخار والذي عرف بمسند البزار للإمام البزار أبي بكر رضي الله عنه البصري هناك كتاب العلل للخلال قالوا لم يبقى لم يطلع على هذا الكتاب قالوا لم يبقى من هذا الكتاب القيم إلا الجزء العاشر والجزء الحادي عشر وهما من منتخب الإمام ابن قدامة المقدسي وطبع هذا المنتخب ثم هناك علل الحديث للإمام ابن أبي حاتم الرازي ويمتاز بسهولة المأخذ ومرتب على الأبواب وهناك العلل الواردة في الأحاذيث النبوية للإمام الضار قطني رحمه الله تعالى البغداد وهو مرتب على المسند وهناك العلل المتناهية في الأحاذيث الواهية للحافظ ابن الجوزي أبي الفارج عبد الرحمن ابن علي ابن محمدين وهو مرتب على الأبواب وكما أحب كذلك أن أشير إلى كتاب مهم ممن يعتني بهذا الموضوع بعلل الحديث الرسالة وما يسمى الآن بالأطروحة التي قدمها شيخنا المحذيث سيد إبراهيم بن صديق الغماري رحمه الله تعالى وهو أصغر أبناء العارف بالله سيد محمد بن صديق الغماري وقد حصل الدكتور الشيخ سيد إبراهيم بن صديق الغماري على الدكتوراه بهذه الرسالة من دار الحديث الحسنية بالرباط وتسمى بعلم علال الحديث في المغرب من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام أو من خلال بيان الوهم والإيهام لأبي الحسن بن القطان الفاسي فبالفتح أرى والله تعالى أعلم يكون موافقاً للمعنى اللغوي فسيد سيد إبراهيم بن صديق رحمه الله جعل البحثة يتكون من مقدمة تمهيدية عن العلال ثم بعد ذلك إلى أربعة أبواب وقد طبع الكتابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشكورة فتكلم عن تأثر المغرب بالأندلس في العلال ويهتم رحمه الله تعالى بالمدرسة المغربية في الحديث خاصة فتكلم عن تأثر المغرب بالأندلس في العلال وهذا تطلب منه أن يقوم بدراسات عن كل من ابن وضاح ابن وضاحين وأبي علي الجياني وعبد الحق الإشبيلي ثم قدم في الباب الثاني دراسة حول كتاب بيان الوهم والإيهام لبن قطان الفاسي تتبع منهجه والكتابات حوله ثم في الباب الثالث تكلم عن العلة عند ابن قطان وذكر محترزات الصحة عنده وذكر قوادح العدالة وقد جل رحمه الله تعالى مذهب الإمام ابن قطان في هذه المسائل مع المقارنة بمناهج أخرى لمحذثين وفي الباب الرابع في العلة عند ابن قطان ذكر فيه محترزات الصحة وقوادح العدالة عند ابن قطان رحمه الله وقد بين كذلك مذهبه في كل مسألة مع إبراز الموافقات والمخالفات مع المحذثين مما يظهر معه الاستقلالية التامة لابن قطان ثم ناقش في باب الأخير ما يأتي من تفصيلات في التعليل عند ابن قطان وتكلم عن الأسس التي بنا عليها الانتقاد سيدي الإمام عبد الحق الإشبيلي ثم تكلم عن شمولية التعليل عند ابن قطان الفاتر رحمه الله وعن موقفه من الصحيحين ومن الموطع وعن مسألة تعليل الصحيح بالحسن عند ابن قطان وعن غموض موقفه من الحذيث الحسن وموضوع البحث متخصص جدا لا يقبل الكلام الوعظي أو الإنشائي رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا بما جزى به الصالحين والعلماء من أمثاله فلم يكن ناقلا فقط بل كان ناقدا ناظرا يمشي خلف المسألة على بصيرة وعلى حجة ويعرض رأي الإمام ابن قطان من خلال نظره في جنابات كتابه ويقارن بينها وبين المشهور أو المعتمد في قواعد الحديث فهي دراسة علمية متخنة تطبيقية على أراء ابن قطان الحديثية الكثيرة والمتشعبة والمتعمقة فجاء بحثه في هذا الكتاب العظيم انتهى إلى نتائج تبرز إمامة ابن قطان الفاسي في هذا الفن وكذلك توضح استقلاليته ثم قال الناظم رحمه الله وما به اختلاف متن أو سند مضطربون إلا ميابين ما يعتمد فتحدث عن المضطرب وما به اختلاف متن أو سند مضطربون بكسر الراء وهو نوع من المعلل وما به أي فيه اختلاف متن مع متن آخر سواء كان من راو واحد بأن رواه مرة على وجه ورواه مرة على وجه آخر أو من أكثر بأن رواه كل من جماعة على وجه يخالف الآخر قال أو سند أو اختلاف سند مع سند آخر وهو الأغلب قال مضطربون إلا ميابين مضطربون إلا ميابين ما يعتمد عليه من إحدى الروايتين إلا مرجحة ولا أو لم يمكن الجمع أما إن كان ترجيح بأحفظية أو أكثرية ملازمة للمروي عنه أو عن غيرهما فليس مضطربا والحكم للراجح وأما إن أن كان الجمع فلا اضطراب وإن لم يترجح شيء لهذا قال رحمه الله إلا ميابين ما يعتمد أي لم يظهر ترجيح أحدهما على الأخرى بحيث لم تكن واحدة منهما أحفظ بل تساوتا فما هو الحديث المضطرب المضطرب اسم فاعل من الطراب يضطرب الطراب والاضطراب معناه اختلال الأمر وفساد نظامه وأصله من الطراب الموجي إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا أما عند المحذثين هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة والحديث الذي روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة كما بين ذلك الإمام بن الصلاح في علوم الحديث والإمام السيطي رحمه الله في تدريب الراوي والمعنى هو الحديث الذي يروى على وجوه متعددة مختلفة يخالف بعضها بعضا بحيث لا يمكن التوفيق والترجيح بينها فإذا أمكان الترجيح بأي وجه من الوجوه كانت الرواية الراجحة صحيحة وما عداها ضعيفة فيتبين من النظر في تعريف المضطرب وشرحي أنه لا يسمى الحديث مضطربة إلا إذا تحقق فيه شرطان هما أولا اختلاف روايات الحديث بحيث يستحيل أو لا يمكن الجمع بينها ثانيا تساوي الروايات من حيث القوة بحيث لا يمكن ترجيح روايات على أخرى أما إذا ترجحت كما قلنا إحدى الروايات على الأخرى أو أمكان الجمع بينها بشكل مقبول فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث ويجوز العمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح أو العمل بجميع الروايات في حال إمكان الجمع بينها والحديث المضطرب أقسام انقسموا بحسب موقع الاضطراب في الحديث فاقسموا إلى ثلاثة أقسام مضطرب السند ومضطرب المتني ومضطرب السند والمتني مع ويكون وقوع الاضطراب في السند أكثر بالنسبة من وقوع في المتني وهذا تعريف كل من تلك الأقسام بإذن الله تعالى القسم الأول مضطرب السند مثاله حديث أبي بكر الصديق أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراك شبت فقال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها والحديث أخرجه الإمام الترميلي في الجامع في أبواب تفسير قرآن باب صورة الواقعة طيب قال الإمام الدار قطني هذا مضطرب فإنه لم يروى من طريق أبي إسحاق السبيعي وقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه فمنه من رواه مرسلا من مسند سعدي ومنه من جعله من مسند عائشة رضي الله عنها إلى آخره ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر فهو مضطرب السند على كل حالة نحن نذكر الأمثلة ونتفرع في تصحيح الحديث أو في تضعيفه فانتبهوا لهذا القسم الثاني مطالب المتني مثاله ما رواه الإمام الترميدي في جامعه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة والحديث أخرجه الإمام الترميدي رحمه الله وروه الإمام بن ماجة رواه هذا الحديث في سننه هكذا ليس في المال حق سوى الزكاة نعم رواه في السنن في كتاب الزكاة فهذا الاختلاف الظاهر في المتني أولاد ضعفا في الحديث واضطرابا لا يحتمل التأويل أما القسم الثالث مطالب السندي والمتني قد يقع الاضطراب في السندي والمتني معه وإن كان هذا الوقوع ناذرا كما يتضح بإذن الله تعالى بالمثال مثلا الرواية التي أخرجها الإمام أبو داود في سننه وقال حذثنا أحمد بن صالح حذثنا عبد الله بن وهبين حذثني يونس بن شهاب قال إن عبيد الله بن عبد الله حذثه عن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يحذث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيدة ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيدة مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم هذا في سنن أبي داود في كتاب الطهارة باب التيمم هذا الحديث رغم صحة إسنادي إلا أن فيه اضطرابا بالسنادي ولمتن معا ففيه القطاع بين عبيد الله وعمار كما أنهم اختلفوا فيه بالزهري الذي روى هذا الحديث مرة عن عبيد الله عن عمار ومرة أخرى أضاف أبا عبيد الله وهو عبد الله بن عتبة قبل عمار هذه الرواية الأولى الرواية الثانية أخرج أبو داود في سننه وقال قال ابن شهاب حذثني عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة رضي الله عنها فانقطع عقد لها من جزع ذفار فحبس الناس ابتغاء عقدها بالضم احتأضى الفجر وليس مع الناس ماء فتيقظ عليها أبو بكر رضي الله عنه وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهور بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط ولا يعتبروا بهذا الناس كما في سنن أبي داود في كتاب الطهارة قال أبو داود اضطرب بن عيينة فيه وفي سماعه عن الزهري ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت نعم يعني ابن إسحاق ويونس ومامر والحاصل أن الاضطرابة وقع في المتن بين الرواية الأولى والثانية بضرب الأيدي ففي الرواية الأولى مرتين فضربوا بأكفهم الصعيدة إلى آخره ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيدة مرة أخرى وفي الرواية الثانية ضربوا الأيدي مرة واحدة فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم لكن مما يقع الاضطراب يقع الاضطراب في الحديث من وجهيني قد يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على وجوه مختلفة وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخرين ولهذا حكم الحديث المضطرب أنه مردود الحديث المضطرب حديث مردود والاضطراب كان في السند أو في المتني يكون موجبا لضعف الحديث لإشعاره بعدم ضبط راويه أو بعدم ضبط رواته كما تكلمنا عن شروط الحديث الصحيح لأن من شروط الصحة أن يكون كل راوي من رواة الحديث ضابطا لما رواه ولهذا قال الناظم رحمه الله كما سبق تضيحه بيانه في الحديث الصحيح ثم الصحيح عندهم اتصلا بنقل عدل ضبطه قد كاملا إلى النهاية بلا تعليلي ولا شذود فعن بالتحصيل فتذكر ذلك ولم أقف على مؤلفات في الأحاديث المضطربة سوى ما ذكره أهل العلم في المقترب في بيان المضطرب الذي ألفه الحافظ ابن حجر عسقالاني رحمه الله تعالى ثم قال الناظم رحمه الله والمدرج الذي أتى في سناده أو متنه ما ليس منه فاقتاده وبيان كلام الناظم رحمه الله المدرج هو الذي أتى في سناده ما ليس منه والمدرج الذي أتى في سناده أتى في سناده ما ليس منه يسمى مدرج الإسناد ثم قال أو متنه وفي نسخة ومتنه دون همزة أو أتى في متنه ما ليس منه بل من كلام الراوي صحابيا كان أو غيره فاقتاده ما ليس منه فاقتاده الهاء هاء السكت أي التابع المصطلح وأهله لتعرف ذلك ويسمى مدرج المتن وسيأتي بيان هذا وتوضيحه بعون الله عز وجل وهاء السكت تقرأ كما رصمت ولهذا عند علماء القراءة قالوا تقرأ كما رصمت في المصحفي وهذه الهاء جاءت في عدة آيات من كتاب الله عز وجل وأكثرها في سورة الحق كتابية حسابية سلطانية مالية قرأ الجمهور بإثبات الهاء وقفا ووصلا فكانت مطابقة لرسم المصحف ولولا ذلك لحذفت في الوصل كما هو شأن هاء السكت إذ تقرأ كما رصمت وهاء السكت حكمها الإثبات وصلا ووقفا عند الإمام ورش رحمه الله وهاء السكت يأتي بها العراب من أجل عدم الوقف على الحرف الذي قبلها والذي هو في الحقيقة آخر حرف في الكلمة الأصلية ولكنهم من أجل تبليغ معنا في ذهن المتكلم فيعمل لذلك مثلا في سورة الحق كما ذكرت أراد الله تعالى أن يبين شدة حصرة الكافر يوم القيامة فجاء بهاء السكت مالية سلطانية وارجعوا إلى ما قرره علماء القراءات في قوله تعالى فبهداه مقتده وما قرره الإمام بن مالك رحمه الله وواقفان زدها أسكت إن تريد وإن تشأ فالمد والها لا تزد إذن قال النظم رحمه الله وما به اختلاف متن أو سند مضطريب إلا مياب ما يعتماد نعم أو عفوا قال والمدرج نعم نحن نتحدث عن المدرج والمدرج الذي أتى في سنده أو متنه ما ليس منه فاقتاده نتحدث عن عن المدرج فالمدرج لغتان سمو منفعول من أدراج يدرج إدراج ومعناه أن يدخل شخص في الشيء ما ليس منه أما عند علماء الحذيث من حيث الاصطلاح هو الحذيث الذي زاد فيه راو ما ليس منه في سنده أو في متنه موهما أنه منه وعيد التعريف كما عند الإمام بن الصلاح رحمه الله وعند الإمام الصيوطي هو الحذيث الذي زاد فيه راو ما ليس منه في سنده أو في متنه موهما أنه منه بمعنى أن يكون الراوي قد أدرج في الحديث ما ليس منه أكان من كلامه يعني من كلام الراوي أم من حديث آخر مرفوع من غير أن يفصل بينهما بحيث يتوهم أنه طرف من الحديث الذي رواه وبناء على هذا التعريف يعتبر المدرج نوعا من أنواع المعلي لأن الإدراج خطأ ولا يعرف خطأ الإدراج في الحديث إلا بالجمع والمقارنة والحفظ والمعرفة إضافة إلى رصيد معتبرين من الصناعة الحديثية وقد قسموا الحديث المدرج إلى قسمين إلى مدرج في الإسناد ومدرج في المتني فالمدرج في المتني هو أن يذكر في متن الحديث شيء من كلام بعض الرواة ليس في أصل الرواية بحيث يتوهم من يسمع ذلك الحديث أن هذا الكلام منه وهذا النوع من الإدراج قد يكون في أول المتني أو في وسطه أو في آخره مثلا مثاله في أول المتني الحديث الذي رواه سيدنا عبد الله بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاهدوا القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها إلى آخر الحديث وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ إِنِّي نَسِيْتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتِ بَلْ هُوَ نُسِّيَا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسناده فقوله تعاهد القرآن موقوف من كلام ابن مسعود وقع في أول المتني ثم ولا يقول أحدكم هذا مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالتبس الأمر على بعض الرواة فرواه تارة كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتارة أخرى كله من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والصواب التفصيل بينهما هذا مدرج في أول المتني أما المدرج في وسطه فأمثل بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الهجرة النبوية قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين هاديا خريثا والخريث الماهر بالهداية قد غمس إلى آخر الحديث وهذا الحديث يعني في البخاري في الصحيح في كتاب الإجارة فقولها الخريث الماهر بالهداية ليس من كلام السيدة عائشة رضي الله عنها بل هو مدرج من كلام الإمام الزهري الذي روا هذا الحديث فقد فسر به كلامها نعم هناك مدرج في آخر المتني حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبار اليد العليا خير من يد السفلة واليد العليا المنفقات واليد السفلة السائلة وهذا يعني أخرجه الدالم رحمه الله في سننه في كتاب الزكاة نعم ربما في كتاب الزكاة فقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه اليد العليا هي المنفقات واليد السفلة السائلة مدرج من كلامه في تفسير الحديث والدل على ذلك ما نقل عن سيدنا بن عمر نفسه أنه كان يقول إني لأحسب اليد العليا المعطية والسفلة السائلة نعم وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده فغالب الإدراج بعد البحث والاستقرار عند علماء الحديث يقع في الغالب في آخر المتن ويأتي في الأكثر على سبيل الشرح من الراوي لما وقع في الحديث من لفظ غريب أو على سبيل التفسير لبيان المعنى المراد من الحديث كما سبق آنفا تفسير الإمام الزهري رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها القسم الثاني المدرج في السند قد ذكر العلماء لإدراج السند صورا متعددة منها الصورة الأولى أن تروي جماعة الحديثة بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راوي ويجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين مثاله قال الإمام التلميذي رحمه الله في جامعه حدثنا بنضار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمري بن شورحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظمه قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك هذا الحديث الذي رواه الإمام التلميذي كما سمعتم فيرويه سفيان الثوري من طريقين الطريق الأول سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمري بن شورحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الطريق الثاني سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بدون ذكر عمري بن شورحبيل كما في الطريق الأول فجمع عبد الرحمن بن مهدي بين الروايات دون أن يبين الاختلاف فيها السورة الثانية ألا يكون عند راوين من متن الحديث إلا طرف منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راوين عنه تاما بالإسناد الأول أو يروي الحديث عن شيخه بدون واسطة إلا طرف من الحديث فإنه يرويه عن شيخه بواسطة فيرويه راوين عنه تاما بحد في الواسطة مثاله ما رواه الإمام أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة من طريق زائدة وشريك عن عاصم بن كليبين عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب فقوله ثم جئتهم إلى آخر الحديث ليس بهذا الإسناد وإنما أدرج عليه وهو من رواية عاصمين عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائلين نعم كما ذكر السيد رحمه الله في تدريب الراوي السورة الثالثة أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويه ما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحدهما بإسناده الخاص به يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول مثاله حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تذابروا ولا تنافسوا فقوله لا تنافسوا أدرجه سعيد بن أبي مريم من حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا يعني يقع للعلماء فهو حديث أبي هريرة أخرجه الإمام المسلم في صحيحه وأما حديث أناسين بدون إدراج فقد أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الأدب فحديث مالك الإمام المالك رضي الله عنه مختلف الإسناد فرواه سعيد بن أبي مريم عنه مدرجة رواه بعضه في بعض دون أن يبين ذلك الصورة الرابعة ألا يذكر المحذيث مثل الحذيث بل يسوق إسناده فقط ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيعتقد بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو مثل ذلك الإسناد مثاله هذا يعني معروف ما رواه الإمام بن ماجة وغيره عن ثابت بن موسى عن شريك عن الأعماشي عن أبي سفيانة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار كما في سنن بن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في قيام الليل فظن ثابت أن ما تكلم به شريك من قبل نفسه هو حذيث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد فرواه عن شريك بعداه وسمعوا منه الكبار وأخذته جماعة من الضعفاء فرواه عن شريك وصار هذا حذيثا كان يسأل عنه والأصل فيه ما بيّنه علماؤنا رضي الله عنهم أما حكم الحذيث المدرج فقالوا إن كل كلام أدرج في الأحذيث النبوية فهو لا يعد نصا شرعيا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لا يصلحوا للاحتجاج به إلا بشرطين أولا أن يتميز مقدار الكلام المدرج عن الحذيث النبوي فهنا يأخذ الحذيث ويحتج به إن توفرت فيه شروط الحذيث المقبول ولا يعد الباقي نصا شرعيا ثانيا أن لا يتميز مقدار الكلام المدرج عن الحذيث النبوي فحكم هنا يرد الحذيث كله إذا لم نستطيع أن نميز وكعدة علمائنا فقد ألفوا في هذا الباب فهناك مصادر الحذيث المدرج الفصل للوصل والمدرج في النقل للحافظ الخاطيب البغدادي وهو أول من صنف في هذا النوع تقريب المنهج بالترتيب المدرج للحافظ ابن حجر العسقالاني رحمه الله تعالى المدرج إلى معرفات المدرج للحافظ الصيوطي رحمه الله تعالى وهو تلخيصون لكتاب الحافظ ابن حجر وتسهيل المدرج إلى المدرج للعلامة المحدد سيدي عبد العزيز بن محمد الصديق رتب فيه كتاب الصيوطي وأضاف إليه بعض الاستدراكات وأريد بعون الله عز وجل أن أختم بمسألة وهي تحتاج إلى بحث طويل ولكن لا بد من الإشارة وهذه المسألة تتعلق بروايات هم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتحار فتتار أحيانا في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي فإذن الروايات هذا الحكم قبل البحث روايات هم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتحار لا تصح لا سند ولا متنها وإنما ذكرتها لأنها تتعلق بمبحث الإدراش نعم وردت في صحيح البخاري قال الزهري في حديث طويل فأخبرني عروات عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حديث طويل إلى أن وصل وفتار الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تبهوا فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك إلى آخره هذه الزيادة ليست من كلام عائشة رضي الله عنها ولهذا نحن الآن نتدارس مبحث الإدراش هو من كلام الزهري وهو من التابعين لم يدرك تلك الحادثة ولم يذكر هو أن أحدا من الصحابة حدث بذلك ولهذا نص على ذلك في الرواية النفسية بقوله فيما بلغنا ذكر ذلك من باب البلاغات وهذا قال الحافظ بن حجر ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا وهذا ما قاله أيضا أبو شامة المقدسي قال هذا من كلام الزهري أو من كلام غيره وليس من كلام عائشة رضي الله عنها والرواية ضعفها العلماء من ناحيتين من ناحية السند وضع فيه لأكثر من علة فهناك الشذود حيث إنه معمارا تفرد بهذه الزيادة دون يونس فهي شادة والبلاغ إذ الرواية من بلاغات الزهري فالبخاري نقل نصين مختلفين حديثا صحيحا اتصل سنده عن عائشة رضي الله عنها ونصا ضعيفا لا سند له عن الزهري ومن خلال التخليج تبين أن البخاري يخرج الحديث في أكثر من موضع ولم يذكر فيه هذا البلاغ فأراد أن يبين من طرف خفي أن هذه الزيادة بها مخالفة فذكر الصحيحة والمعلة ليظهر ما بالثانية من علتين فهذه الزيادة جاءت في بعض الطرق دون بعض والناس يجهلون مناهج المحدثين وعلى رأسهم يعني الإمام البخاري رحمه الله فصنيع الأئمة يؤكد ذلك فانظروا هذا البلاغ عند الإمام البخاري وفتر الوحي فترة احتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا إلى آخر وفي موصلنا في عبد الرزاق بعد أن ذكر الرواية وذكر التعليق قال معمارون قال الزهري فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابير بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث عن فترة الوحي فقال فحرف الفأ في قولي فأخبرني هذا يفيد العطفة على رواية سابقة والتعقيب بأخرى لاحقة الحافظ من حاجار يقول ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري ومعنى الكنان أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا كما سبق بيانه ومن المعلوم عند المحدثين أن مرسل الإمام الزهري ضعيف قالوا قال حي القطان مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ لأنه حافظ رضي الله عنه وله مقاصد في عدم تسمية بعض الرواه فالإمام الذهب يقول مراسيل الزهري كالمعضل لأنه يكون قد سقط منه اثنان باختصار بلاغات الزهري لا تقبل لأنها مقطوعة الإسناد من أوله فهي كالمعلقات تعريفا وحكمها سبق أن بينا ذلك وإله الحمد فإذا لا بد أن ننتبه ووجود هذه البلاغات أو وجود المعلقات في كتاب الإمام البخاري لا يعني أنها صحيحة عنده أو أنها مما يصح أن يقال فيها رواه البخاري كما يعتقد البعض فيتهم البخاري رحمه الله بالتقصير وبالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن نفرق بين الحديث المسند في صحيح البخاري وبين المعلقي وبين الموصول فيه والمرصل الذي جاء في الحديث الموصول عراضا كهذه زيادة المرصلة التي جاءت في حديث عائشة الموصول فلهذا الحديث التي رواها البخاري رحمه الله في صحيحه يمكن أن تقسم إلى أقصى من ثلاثة أولا إلى الأحاديث المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث هي التي يعتمد عليها العلماء ويقولون مثلا هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه وتكون صحيحة القسم الثاني وهو الأحاديث المعلقة والحاديث المعلق سبق بيانه الذي سقط من أول إسناده راوين فأكثر على التوالي وهذه الأحاديث المعلقة يوردها الإمام البخاري في تراجم الأبواب وفي مقدماتها وحكم الحديث المعلق أنه مرضود لأنه فقد شرطا من شروط القبول فقد اتصال السند وذلك بحدف راوين أو أكثر يعني حذف الروا أو حذف راوين من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحدوف وقد خام الحافظ بن حجر رحمه الله بجهد عظيم في خدمة الأحاديث المعلقة الوالدة في صحيح البخاري وذلك بتتبع أسانيدها فوجد أنها وردت بأسانيد متصلة في دواوين السنة المختلفة وأنها بلغت درجة الصحيح إلا اليسير إلا اليسير ثم هناك القسم الثالث الموقوفات وهي أقوال الصحابة والتابعين وهذه الموقوفات منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير ذلك وتعرف الصحة من غيرها بواسطة أسانيد هذه الموقوفات والإمام البخاري رحمه الله يجزم منها بما صحى عنده ولم يكن على شرطه ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطع إلا حيث يكون منجبرة إما بمجيئه من وجه آخر أو بشهرته عن من قال فلو نظرنا إلى صانعي الإمام البخاري في هذه الزيادة المرسلة لوجدناه أوحاء إلى تمريضها حينما أورد الجملة الإمام الزهري الاعتراضية فيما بلغنا وهي بلا شك صيغة من صياغ التمريض والتضعيف أما لماذا يذكر الإمام البخاري رحمه الله ذلك في صحيحة قد أجاب العلماء من حافظ بن حجر رحمه الله أجاب عن ذلك وبيّنوا مقاصده ومنهجه رحمه الله إذن من حيث السند ومن حيث المتن لأن هذه الزيادة تعارض الروايات الصحيحة نعم وهي كثيرة والتي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النفس وأنه من أكبر الكبائر ثم إنها تعارض أصل من أصول الإسلام تعارض عصمة الأنبياء وعصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ويتعارض هذا البلاغ مع ما يجب أن يكون عليه النبي من رسوخ الإيمان بنبوته وكمال اليقين برسالته وهذا البلاغ يصور مدى ما بلغه ذلك الحزن اليائس تجعله يتشكك في تبد جبريل له فعلى كل حال هذا تضعف من حيث المتن فالرواية ضعيفة سند باطلة متن فرسول الله صلى الله أرفع قدر وأجل مكانة وأكثر ثابات من أن يفعل ذلك أو أن يفكر في الانتحار بسبب فترة الوحي أو بسبب انقطاعه عنه وكي لا أنسى جاءت أسانيد أخرى فيها ذكر حكاية محاولة النبي صلى الله سلم الانتحار فكلها مرضوضة ما بين ضعيف وموضوع ناقشها العلماء جزاهم الله خيرا الخلاصة لم تصح رواية هم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتحار لتأخر الوحي عليه والزيادة التي في البخاري ليست على شرطه فلا تنسب للصحيح وقد أثبتها البخاري رحمه الله أنها من قول الزهري لا من غيره فهي بلاغ المقطوع الإسناد لا يصح وما جاء من الروايات الأخرى كلها ضعيفة وتأكد عدم صحة القصة لا سندا ولا متناء وحزنه صلى الله عليه وسلم في فترة انقطاع الوحي فهذا لاشتياقه إليه وليس لغرض الانتحار كما يدعي المتوهمون ربما نقف عند هذا الحد وكان الغرض أن أكمل الكلام عن الحديث المقلوب لكن الوقت أو تجاوزنا الوقت المسموح به سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا والله يقول الحقه السبيل والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة